تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من top 5 اللي بتجيكم مني أنا محمد عوات كل يوم ثلاثة على قناة سيفي سبورت الأكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها حلقتنا اليوم من وحي أمم أوروبا 2020 والتي تقام حاليا في أوروبا تقريبا كلها كل البطولات الدولية والقارية تطلع فيها لحظات بتغير تاريخ كرت القدم وربما تغير قوانين كرت القدم أو النظرة لكرت القدم لكنني شخصيا أعتقد أن أمم أوروبا ساهمت كثير بتشكيل نظرة الناس للعبة ومفاهيموا مصطلحات اللعبة عشان هيك في حلقة اليوم في top 5 هنختار خمس لحظات في أمم أوروبا صاغت وجهة نظرنا في اللعبة أو مصطلحات بنستعملها في اللعبة وقبل ما تبدأوا المشاهدة بذكركم تتركوا لايك على الفيديو لو أعجبكم ولو ما أعجبكم كمان تتركوا لايك لأنكم أصحابي نبدأ برقم خمسة الجنراري فرانكو الجميع بيسمع باسمه إحنا بنربطوا ببرشلونا بس في أوروبا ربطوه قبل ما إحنا نعرف قصته مع برشلونا وبدأوا يتكلموا عنه أكثر وأكثر إنه هذا الرجل بتدخل بكل شيء بما فيه كرت القدم ومش فاصل لا رياضة عن سياسة ولا شيء عن شيء وهذا الشيء بدأ في عام 1960 إسبانيا كانت راح تشارك في أمم أوروبا اللي مقامن في الاتحاد السوفيتي واللي ما بيعرف الجنراري فرانكو صراعه الحقيقي في إسبانيا في البدايات كان ضد الشيوعيين اللي هم مدعومين جدا من الاتحاد السوفيتي فقال بلادي ما بتلعب في الاتحاد السوفيتي وممنوع أي لاعب يوصل فكان أول انسحاب في تاريخ أمم أوروبا لأسباب سياسية وربما هو واحد من أشهر الانسحابات الرياضية في تاريخ كرت القدم فرانكو حط اسمه عالميا بعدما كان اسمه منتشر محليا في كرت القدم ننتقل لرقم أربعة لما تشوف كرة طايرة بالهواء هيك ويجي لاعب يشوتها على الطاير وإلا هي في القول من منطقة بعيدة عشو بتسمع عطول أو شو بتحكي عطول بتقول على طريقة فان باستن هذا الشي فعلا نحط علامة تجارية علامة إعلامية لكل هدف كرة قدم على طريقة فان باستن اللي جاءت في نهاية أمم أوروبا 1988 في الدقيقة 54 كانت النتيجة 1-0 لهولندا أمام الاتحاد السوفيتي اللي كان عم بيشارك آخر مرة في تاريخه في أمم أوروبا قبل ما يتقسم ويصير دول عديدة ولكن كرة عالية صعبة جدا تكون هدف بس في لاعب رأى اللي الناس ما شافوه ماركو فان باستن صاروخية رائعة مش طبيعية في مرمى دا سيئة في حارس الاتحاد السوفيتي أين هتاك وبيعلن علامة تجارية في كرت القدم هذا الهدف من يوم الطالع باسمي مين ما سجلوا مهما كان جميل فاسمه هدف على طريقة فان باستن وهذا المصطلح ما زال عايش من الثمانية ثمانين لإيومنا هذا في الإعلام وفي السوشال ميديا ننتقل لرقم ثلاث رقم ثلاثة ممكن القصة اللي الآن الشباب جداد ما عشوها لكن في أول التسعينات خرج مفهومين لنفس المصطلح المفهوم الأول اسمه الموت المفاجئ والمفهوم الثاني اسمه الهدف الذهبي واللهما أعدنا جميعنا من الموت المفاجئ لكن الموت المفاجئ في كرت القدم كان مختلف شوي كان معناها الهدف الذهبي والهدف الذهبي اللي ما بيعرف معناه هو هدف كان موجود لإلغاء فكرة الأوقات الإضافية أو ركلات الترجيح وأنه أي واحد في الأوقات الإضافية بيسجل هدف اسمه فائز ومبروك وفرصة المباراة يعني بيلعبوا أوقات إضافية لعندما واحد يحط جول واحد بس ويعتبر لحظتها متأهل فكرة الهدف الذهبي والموت المفاجئ كان فيه قتال كبير على المصطلح الموت المفاجئ كان مدعوم شوي بربما من أمريكا لأنه كان موجود عندهم هذا المفهوم فاشكرنا نشوفهم ألعاب الفيديو اللي جاي من عندهم لعبة فيفا كان موجود فيها مفهوم لكن فيه لعب في 96 في نهاية أمم أوروبا ألمانيا ولتشيك أوليفر بيرهوف في الدقيقة 95 بيسجل هدف بيهزم فيه لتشيك لأنه الهدف كان هدف ذهبي ومن يومها اختفى مفهوم الموت المفاجئ في الإعلام وأصبح اسم الهدف الهدف الذهبي اللي ما عاش كثير كمصطلح قانوني في قرط القدم لكن عاش فأي لاعب بسجل هدف حاسم في وقت مهم كثير ناس بتسميه هدف ذهبي ننتقل لرقم اثنين أي منتخب حصان أسود بتشوفه بأي بطولة كرة قدم بتقول والله هذا بيشبه اليونان أو هذا بيشبه الدينمارك اليونان والدينمارك أصبحوا مضرب مثل في كرة القدم وحدثتينهم صاروا في الأمم أوروبا الجميع بيعرف قصة دينمارك 92 ما كانت متأهلة شاركت نتيجة الظروف سياسية السادت في أوروبا واستبعاد غزلافيا دخلت الدينمارك مش مرشح لكنها عملت المفاجأ أو ذهبت إلى النهائي وفازت بكأس العالم كان محى بعض الأساطير مثل الشباكل ولاودروب لكن هذا المنتخب ما كان مرشح وفاز وظهر حصان أسود رائع لكن الحصان الأسود الأروع هو اللي جاء محوش حدا معروف تقريبا نتكلم عن اليونان 2004 واللي بطريقها واجهت منتخبات قوية واللي كانت 11 لاعب في الملعب عم بيقاتلوا على كل كرة دفاعيا ولما يهجموا كانوا بيعرفوا متى يهجموا وبكفيهم هجمتين عشان يهزموا اليونان أطاحت لفرنسا بطل أوروبا السابق 2000 أطاحت فيهم بوجود زيدان اليونان حزمة البرتغال صحبة الأرض مرتين في الدور الأول وفي النهائي اليونان أخرجت إسبانيا من الدور الأول ووقتها أطاحت بالشيك بنصف النهائي اللي كانت قوية جدا اليونان ما كانت إلا منتخب متماسك وضربت مثل أن الجودة في كرة القدم بعض الأحيان هي جودة القلب وجودة الروح وجودة التنظيم قبل ما تكون جودة الأقدام ولليوم في مثل أي حصان أسود بنشوفه بنقول يونان أفريقيا الدنمارك تاعة آسيا لأنها مثل كروي وننتقل لرقم واحد بلا منازع أي ركل الجزاء بتشوف لاعب راكض وبعمل حاله ذكي لما يقرب وبسقطها من فوق الحارس على طول بتقول على طريقة بانينكا واحدة من اللحظات التاريخية في أمم أوروبا اللي سبغت كرة القدم كلها ليومنا هذا بانينكا كان لاعب في تشيك وعملك عنه قصة كاملة في توب فايت على طريقة بانينكا ممكن تروح تشوفوها هذا اللعب كان مع تشيك سلوفاكيا أمام ألمانيا في نهاية أوروبا 76 عم يتقدموا بسدد ركلة للتاريخ كان يعتقد أنه للتاريخ فقط أنه حيحمل اللقب وما كان يعرف أنه هاي الركلة حتخلي اسمه يعيش من ال76 ل2021 حتى الآن وده ما خالب ظنين على الأغلب ممكن يجي واحد يفتح قناة بعد 50 سنة اسمها سيلفيسبورد ويقولكم هاي ركلة بانينكا نوصل هون لنهاية حلقة توب فايت الحلقة اللي بتخليني أتذكر كدش أم أوروبا بعض الأحيان بتقدر تسوق إعلاميا مصطلحات إسبانيا 2008 ما من ننسى بدأ من هناك يصعد مفهومة تيكي تاكا صح جاكوارديولا أكدوا دائما الكرة الأوروبية قادرة اتقود كرة القدم باتجاهاتها الإعلامية والرياضية نوصل لنهاية هذه الحلقة اشتركوا في حساباتي على شبكات تواصل اجتماعي والسلام عليكم ورحمة الله